طيب نعمل إيه بقى عشان نخرج من هذه المتاهة؟ متاهة إيه؟ متاعة أن يتاخذ كل واحد منا درعاً في البيت عشان ما نتلاشاش أول حاجة لازم نفهم بشكل واضح إن إحنا البيوت عندنا لا تبنى في التعامل بيننا ما بتتبنيش البيوت على مين صاحب الرقم الأكبر في البيت وعشان كده ما يبقاش فيه تنافس إن كل واحد يسمي تحقه درداكت في بعض الأحيان أنا أعرف ناس جنة في جلسات الرشاد الزواجي هي كتبة كل حاجة عملتها عشان في وقت الحساب تطلع الدفاتر تطلع الدفاتر عشان إيه؟ لما نيجي نتحاسم نطلع الدفاتر أنا دفعت كذا وأنا عملت كذا وأنت ما عملتش كذا ليه ده كله؟ عشان ببساطة خالص هي شايفة إن هي خايفة تتلاشي أكتر حاجة بتساعد الناس على إن هي ما يبقاش عندها مسألة التلاشي ده إن كل واحد من الزوجين يشعر الآخر بالأمان فنصحت للزوجة أول حاجة نصحت للزوجة بلغي في اعتبار زوجك هو بطلك وأمانك أنت مش خسرنا حاجة أنت بتتصور إن الرجال عشان الزوج بيقدم لك نفسه دايما إن هو مترفع عن الكلام ونبيحبش الكلام وإن هو ما عندوش اهتمام بالمشاعر قوي فأنت بتصدق الكلام ده وتصدق إن هو مش محتاج إن أنت تمتني إليه وتشكريه على وجوده في حياتك الحقيقة لأ هو محتاج ده وبشدة ورجالة كتير بيحبوا الكلام دوت لإن هم بيوروه إن هو عامل زي النزمة اللي بتجيلهم في وسط الصيف المتاعب والألام والجراح اللي هم بيشوفوها في حياته آه صدقي كده محتاج كلمة حلوة محتاج طبطبة محتاج يتطبطب عليها عشان هو بيحس في لحظة من اللحظات إن هو عامل زي الطفل الصغير اللي بيشيرلوه أكثر مما يستعب مما يتحمد أقل حاجة هو الامتنان إن نقول له شكرا إن نقول له أنت مهم في حياتنا الحاجة الثانية هي كمان محتاجة الامتنان بس الامتنان بتاعها محتاج إن هي تأكد لها إن مهما حصل وانشغلت إن هي مزارة أنسة مزارة امرأة فهي ما تتلاشتش هو خايف إن تتلاش فيه البطولة ويا خايف إن يتلاش فيها الأنوسة لو امتنينا لكل واحد وكل واحد أبدأ إعجابه هو يبدأ إعجابه ويبدأ إن هو نظرته لها ما زالت على ما هي عليه بل هو يشوفها إن هي بيضاف إليها جمال المحبة والحرص وكل دو بيزدها جماله مهمة كمان إن إحنا إحنا بنتعامل مع بعض نأكد على تلات مفاهيم إن إحنا بنعبد الله في بعضنا إن المرأة محراب للرجل وإن الرجل محراب للمرأة لازم نأكد كمان على إن كل واحد فينا نعمة من نعم ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليه يبقى هنا في نعمة هي نعمة وإنت نعمة الحاجة الثالثة إن إحنا مهما مر على بيتنا من واجع وديء وقلم البيت ده وقت هيبقى محفوظ محفوظ ليه عشان شطرتنا لا محفوظ عشان مدد ربنا سبحانه وتعالى فمهما كانت المشكلات إحنا منتظرين المخرج ومهما كانت المشكلات هنقعد ونكتبها ونشتغل عليها هنقعد والنقشها على الترابيزة بدون خوف ليه بدون خوف عشان إحنا أقوية عشان إحنا أبطال لا عشان إحنا عبيد الرب المتعال اللي يفرج بكون فإحنا ما عندناش مشكلة ومنخفش من المشكلات لكن الأهم من كده إن إحنا ما ندريش المشكلات عشان كل واحد فينا خايف يظهر بمظهر الضعف والمشكلات التراكم وبعد كده نيتأذي كل واحد فينا آخر حاجة ياريت كل واحد فينا يتعود دايما إن هو يشوف إن هو احتياجه لشرك حياته مش ضعف احتياجه لشرك حياته ده من قبيل الحب ومن قبيل إن ربنا سبحانه وتعالى خلى الزواج معنى حقيق في حياته كل واحد فينا لما يحتاج للتاني ده معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى قدر إن هو يشوف المعنى الحقيقي للزواج فخلونا نبقى حريصين على المعنى الحقيقي للزواج ونعمل الإجراءات اللي إحنا قلنا عليها دي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ويبرك لنا في زواجنا ويخلينا دايما في سعادة وفانة وفرح ترجمة نانسي قنقر